السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة القرآن شفاء القرآن رحمة القرآن نور القرآن هداية القرآن سطوة القرآن وكل ما ذكر وقيل وسيقال عن عجائب القرآن وخصال القرآن وأوصاف القرآن وكرامة الله سبحانه وتعالى لأهل القرآن سيظل غيظا من فيض وسيظل قطرة في بحر لأنك تتكلم عن أمر عظيم أعلى الله شأنه ورفع مقداره وأعز أهله إن حديثنا لن ينقضي أحبة الكرام عن فضائل هذا الكتاب العظيم وصفاته وخصاله لكن ذلك كله يقودنا إلى أمر مهم هو صلب هذا الكلام وهو مقصوده الأعظم ما السبيل إلى أن يعيش أحدنا متعة كل ذلك في حياته مع القرآن إن الحديث عن العيش مع القرآن هو السبيل الذي سيقودنا إلى أن نستمتع بكل ما أودع الله سبحانه وتعالى في كتابه من المعاني من الأسرار من الفضائل من المكارم أجل والله لا أسعد من العيش مع القرآن ولا أمتع لعبد مؤمن ولم رأة مؤمنة من أن تكون حياتهم مظللة بالقرآن في صحبة القرآن ولا يزال أحدنا يستمتع بالعيش في حياته مع القرآن حتى يغدو في عداد أهل القرآن في الحديث الصحيح قول نبيكم صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته هم أهل الله والمراد أنهم أولى الناس بحفظ الله وعنايته ورعايته كما هم أهل الرجل هم أولاهم بالقيام على شؤونهم وتدبير أحوالهم ورعاية مصالحهم تالله ما أعظمه من شرف وما أبهها من حياة عندما تكون مصحوبة بالعيش مع القرآن إن العيش مع القرآن مطلب عظيم ثم هي مرتبة سامية إنما يحصلها الموفقون في الأمة أولئك الذين أدركوا تماما أسرار القرآن وفضائل القرآن وبركات القرآن ثم هم عقلوا وكانوا أجل من أن تفوتهم حياتهم من غير عيشهم مع القرآن عش ما شئت عبد الله واستمتع بما أردت من متع الحياة لكنها والله لن تكون حياة أسعد ولا أمتع من أن تكون عيشا مع القرآن أحبة الكرام في هذا المقام نحن بأمس الحاجة إلى أن نرسم الطريق الذي يصل بنا إلى العيش مع القرآن هاكم معالم سبعة هي خطوات نسلوكها من أجل أن نحقق عيشا أكمل مع القرآن إن العيش مع القرآن يستلزم أن نقطع خطوات في هذا الطريق وأن نستبصر فيه مواضع الخطى التي تقودنا إلى العيش مع القرآن فوالله إنها لواحة غناء وحديقة فيحا روضة يعيش أحدنا في أفانينها يستمتع بأزهارها ويقضي ما بقي من عمره بالعيش مع القرآن فهاكموها رعاكم الله وأولها فيما يعيننا على العيش مع القرآن أن نملأ قلوبنا حبا للقرآن وتعظيما للقرآن وإجلالا للقرآن حبا لله وتعظيما وإجلالا لربنا الكبير المتعال سبحانه وتعالى تلك هي أول الخطوات أن نحبه وأن تمتلئ القلوب بكل ما فيه من المعاني من العظمة والإجلال والهيبة والوقار لأننا متى أحببنا القرآن أحببنا الله وإذا أحببنا القرآن سهل علينا أن نسلك الخطوات وأن نمضي في هذا السبيل متى تعلق أحدنا بالقرآن حبا وتعظيما وإجلالا قد لا يكون أحدنا بالضرورة حافظا للقرآن في صدره لكنه لا عذر له في أن لا يمتلئ صدره بحب القرآن الكريم فإذا ما نجحنا في أول الخطوات قادنا ذلك إلى الخطوة التالية وأن يكون أحدنا في سبيل العيش مع القرآن بعد أن يحبه أن ينشئ علاقة وصحبة مع القرآن أن يكون مقبلا على القرآن قراءة ونظرا وإقبالا عليه أجل أن يكون لأحدنا ورد يومي ثابت مع القرآن يقرأ فيه ليلا أو نهارا سرا أو جهرا لكنه لا يستغني عن أن تمضي ليلته وينقضي يومه دون أن يكون له ورد من كتاب الله هذا الورد ليس خاصا بحفاظ القرآن وأصحابه الذين قد حملوه في صدورهم إنما هو حظ كل مؤمن ومؤمنة من كتاب الله أن يكون له من العيش مع القرآن وقت مستقطع في الحياة عش عبد الله مستمتعا بالعيش مع القرآن بأن يكون لك ورد ثابت مستمر منه تقرأه هكذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص إن فاته ورده من قيام الليل أن يقضيه بالنهار أبدا هو القرآن الذي يستمتع صاحبه بالعيش معه ثالث الخطوات نحو عيش صادقا مع القرآن أن نفتح قلوبنا عندما نقبل على كتاب الله فإذا ما أردت أن تقرأ شيئا من القرآن قبل أن تفتح صفحات المصحف افتح أبواب قلبك افتح نوافذ قلبك لما ستقبل عليه من نعيم القرآن وإشراق القرآن ونور القرآن ورحمة القرآن صدقا لن ينتفع أحدنا تمام الانتفاع بكتاب الله ما لم يفتح قلبه من أجل أن يكون ما يقرأه بلسانه أو يسمعه بأذنه متواطئا مع ما قد هيأ له قلبه من الاستمتاع مع العيش بالقرآن وأما رابع الخطوات رعاكم الله فهي أن نقبل على كتاب الله بفهم تام ووعي وتدبر ومحاولة للوصول إلى المقصود مما خاطبنا الله تعالى به إن تدبر القرآن هي الغاية التي من أجلها أنزل القرآن واسمعوا إلى قول ربكم إن شئتم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وتلكم والله هي أعظم وجوه العيش مع القرآن وأسمى مراتبها بل هي مقصودها الأكبر أن نكون أكثر فهما لكتاب الله ويعين على ذلك كتب التفسير وسؤال أهل العلم وأحضار القلب وإعمال الفكر فيما نقرأ وما نسمع من كتاب الله إن التدبر هو البوابة الكبرى نحو العيش السعيد مع القرآن وأما خامس الخطوات أيها الكرام فهي أن نكون في قراءتنا للقرآن واستصحابنا للعيش معه أن نستحضر معنى الاستشفاء بالقرآن فإنه علاج شفاء لأسقامنا لأمراضنا لأدوائنا مهما شكونا من قسوة الحياة ومهما تعبنا في طرقاتها مهما ظل أحدنا الطريقة في مهمه الحياة يظل القرآن نورا يظل شفاءا يظل سراجا فإننا نستشفي بقراءتنا للقرآن نعم نستشفي من قسوة القلوب بالقرآن ونستشفي من الأمراض والأدواء التي أنهكت الأبدان أيضا بالقرآن هذا سبيل رحب كبير واسع من سبل العيش مع القرآن أن نستصحبه استشفاء به وأما سادس الخطوات للعيش مع القرآن فهو أن نكون في تعاملنا مع القرآن وإقبالنا عليه أن نكون متعاهدين له أن نكون أكثر إدراكا لحقه علينا أن نتعاهده فلا نقطعه أن يكون لنا استمرار وتردد وعودة إليه بين فينة وأخرى أن ننتقل من واحة إلى واحة من موضع إلى موضع مع القرآن فنحن تارة مع قصصه وأخباره وتارة مع مواعظه وزواجره وتارة مع وصف النعيم الأخروي وتارة مع علم الغيب الذي نجده في أكناف القرآن بين آياته وسوره وسابع الخطوات أن نجعل من القرآن ميزانا نحتكم إليه أجل والله لابد في عيشنا مع القرآن من تحاكمنا إليه وإعمالنا لقوانينه لمعالمه إنما نقيس أخلاقنا بالقرآن وإيماننا بالقرآن وعقائدنا بالقرآن نحن حقيقة نزن سلوكنا وتصرفاتنا أذواقنا أخلاقنا تعاملاتنا يجب أن ننصب القرآن في حياتنا ميزانا هذه معالم سبعة أردت منها أن تكون عونا لنا على تحقيق عيش سعيد في ظل القرآن نستمتع بما فيه كتب الله لي ولكم أوفر الحظ والنصيب من متعة القرآن بالعيش مع القرآن